السلام عليكم دائماً لألعاب تخلينا نلعب بالأبطال ضد الأشرار لكن هل تعرفون أن في ألعاب تخليك تلعب بشخصيات شريرة؟ بعضها تقولك من البداية أنها شرير وبعضها تكتشف في النهاية أنها شرير ولازم تعرفون أن الفيديو هذا راح يكون في حرق الأحداث بعض الألعاب وراح نبهكم متى يصير الحرق فيها وقالما نبدأ لا تنسون حتزور اللايك واشتركوا في القناة والحين خلونا نبدأ سلسلة Legacy of K هي سلسلة صدرت في التسعينات على جهاز بلاي ستيشن الأول واستمرت حتى وصلت بلاي ستيشن 2 فكرتها تتمحور حول مصصين الدماء وكيف أنهم كانوا عايشين وسط البشر من غير ما يحسون القصة طويلة وفيها تقديمات شخصيات كثيرة فيها لكن اللي بنركز عليه هو شخصية كين نفسه وهو في الجزء الأول كان فارس إنسان وقتل مصاص دماء وهذا أدى إلى تحوله إلى مصاص الدماء وقرر أنه ينتقم من اللي كانوا سبب في قتل عائلته وتحويله إلى مصاص دماء بعد ما تلعب اللعبة وتقتل الزعماء واحد تلو الآخر تبدأ تتغير شخصية كين ويصير عدائي ودموي وشلس أكثر ويقتل أبرياء عشان يوصل هدفا وفي آخر اللعبة بعد قتل الزعيم الأخير يجلس مكانه في العرش ويصيره ملك مصاصين الدماء وأيضا الشرير الأساسي في السلسلة وفي أجزاء رح يكونه شرير وبطل في اللعبة في نفس الوقت أتمنى أننا نشوف ريميك للسلسلة في يوم ما لعبة كاريون الألعاب أيضا عودتنا أننا نقتل أي وحش فيها من غير أي تفاهم ولا نقاش وأصلا كيف يصير فيه تفاهم مع هذول الوحوش إذا ما نفهم كلامهم لكن في لعبة تخليك تلعب بالوحش نفسه وتقتل فيها الإنسان من غير تفاهم وهي لعبة كاريون هو مخلوق وحش أخطبوطي كان محبوس فيه معمل تحت الأرض وبعدها قدرنا يكسر القزاز اللي كان محبوس فيه ويبدأ يبحث عن العلماء عشان يأكلهم ويتطور أكثر وأكبر كل ما أكل علماء أكثر وهدفه أنه فقط يطلع من هذا المعمل وراح يستخدم فتحات التهوية في التنقل والانقضاث على العلماء وكل ما يقتل زيادة يرتفع مستوى أكثر يعني بتكون أنت الوحش الشرير اللي يقتل الإنسان في اللعبة بلا رحمة ولا هدف واللعبة ما هي طويلة وممتعة ومتوفرة في إكس بوكس جيم باس سلسلة ألعاب برام بيج هذه السلسلة من أكثر السلاسل اللي حاولوا يعدون إحيائها بأشكال مختلفة لكن من غير فايدة هي لعبة أركيد صدرت في التسعينات فكرتها أنك تختار أحد الوحوش العملاقة مثل كينغ كونغ أو غوتزيلا أكثر من هدف صار بس فكرنا في حاجة مش كويسة قاعد تصير وطبعا الموضوع تحدي مين يدمر ومين يأكل أكثر يعني بتصير وحش ما همك شي غير أنك تدمر الدنيا وتعبي كرشتك وطبعا صدر منها أجزاء كثيرة ووظافوا شخصيات جديدة فيها مثل فأر عملاق وعقرب وحاجات ثانية بعد اللعبة حاولوا يستروا لها استرات جديدة بس الناس ما تمت لها كثير وحتى سووا فيلم للعبة بطولة الممثل المشهور دوين جونسون أو المعروف بـ The Rock من المصارعة وبرضو ما في فائدة الفيلم فشل في التقييم وبيع التذاكر ومع أننا ناس كثير يتمنون اللعبة ترجع حاليا خصوصا مع رجوع ألعاب قديمة مثل Battletoads فيمكن لو يرجعون اللعبة ويضيفون إضافات رهيبة فيها ورسوم كارتونية جميلة يمكن الناس تتقبلها اكتبوا رأيكم تحت في التعليقات لعبة Shadow of Colossus أوكي هنا بيصير في حرق خطير جدا للقصة فإذا ما عمرك لعبة اللعبة ننصحك أنك تتخطى هذه الفقرة أما إذا لعبتها فأخلك معنا لعبة Shadow of Colossus تعتبر من الألعاب الكلاسيكية اللي أثرت قلوب جميع من لعبها مع أن اللعبة فيها حوارات شبه معدومة لكن أسلوب اللعب والتقديم فيها كان مبهر وقتها وطبعا الرميك اللي صار لبعدين يعتبر تحفة فنية لأن ارتقى في أسلوب الرسوم وتقديم العالم والبيئة اللي فيها بأسلوب فني جميل جدا طبعا الجيم بلاي المميز فيها واللي تخليك تقاتل عمالقة باستخدام سيف فقط وفكرة أنك لم تتسلق كل عملاق عشان تحاول تضرب لغة ضعفة هذه كانت فكرة جميلة وغير مسبوقة وقتها العمالقة في اللعبة كبار وكثار وانت عليك أنك تروح من منطقة إلى منطقة باستخدام حصانك عشان تبحث عنهم وتقتلهم طيب ما سألت فك لاش تسوي كذا تحذير هنا راح أبدأ الحرك السبب اللعبة اللي أعطتك إياها هو أنها حبيبتك نايمة وعشان تنقذها لازم تقتل عمالقة عشان تصحى بس طبعا هذا كله كذب وافتراء وخداع لك أنت يا لعب لأنه السبب الحقيقي هو اللي كان يكلمك الشرير الأخير وهو اللي طلب منك تسوي هذا كله وانت ما تدري وكل ما تقتل عملاق في اللعبة راح يصير في تحول في شكلك وهيئتك وتفكيرك إلى الشر أكثر إلى أن تقتل آخر عملاق وبعدها البطل حقك الشخصية واندا راح يتحول إلى الشرير الأساسي في اللعبة فعلا صدمة كبيرة لكل لاعب لعبها لعبة أنتايتلت قوس قيم أوكي أنا أدري شكاعد تقولون أنتم وين الشرير في اللعبة طب أنا أقول لكم الوزة اللي في اللعبة هذا اللي شكله بريء هذا شرير وأكثر شرير قلق من كل قائم على ذلك إياهم أكثر شرير هذا السبب بسيط طال عمره ذا الوزة يبي يخرب ويزعج الناس من غير أي هدف ولا سبب ما في عيش كده بس يروح يسرق سندويشتهم ويرميها في الموية يستخدم الحيل في خداع المزارعين عشان يدخل مزرعتهم بأنه يستخدم مسجل صوته عالي ويخلي المزارع يلاحقه وبعدها يدخل مكانه وبعدها يتسلل بكل هدوء ويخرع المزارع من غير أي سبب بعدين يسرق دواته والمفتاح من غير سبب بس كده حتى قبعة المزارع ما اسلمت منها الوزة القلق بالله عليكم هذا كله ما تقولوا وزة شريرة إلا وزة شريرة ونص ولازم أحد يمسكها ويذبحها يسويها برصد البيك أو شيء أي شيء وهذه كانت العاب اللي تخليك تلعب بشخصية الشرير الجزء الثاني حطونا عليكم في الحلقة وإذا عندكم أي أفكار في فيديوهات ثانية اكتبوا تعالى في الكومنتات كما كنت الشيحة يعطيكم العافية ومع السلامة